كان ضروري بهالفترة نستقبل بروفيسور أندري ياسبك لنحكي عن مشاكل المعدة المزمنة ومشاكل المصران كمان خاصة أن احنا كمان يعني ايدنا يعني من ايدنا مرات منعزب معدتنا بفترة الاعياد من دوق كتير اشياء صباح الخير بروفيسور صباحك ألبير كيف فينا نسهل على معدتنا شوي يعني هو هالأرغان بدنا خليه كمان يشتغل مظبوط مش أن نحط له دند ورا شوكولات ورا مارون جلسي ورا مون بلون لك بمناسبة الاعياد نحنا اللبنانية أولا معروفين مزوقين منأكل يضروا مايفوت منقول بس حبين هلأ بمناسبة العيد نعطي نفحة أمل وفرح عنا اكتشافات جديدة عالمية بظرف هالشهرين للمرادة هاللي لبنانية وغير لبنانية هاللي لسنوات بحسوا تقلب المعدة مغص وجع بطن امساك أو اسهل أو اثنين سوا انحطات ووهن ضعف بيبرموا عدة حكمة وبيقولولهم ما بيكون شي تعصيد هيدا شي بيأثر على معنويات الشخص فكر كل حياتك شما أكلت بك تدية كان بالأحرى هاودي على عياد عياد الفطر عياد الأول السنة عياد الميلاد من زيدها شوي نحنا ما بده هلأ هالأحباط هالهجم اللي عملوها على الغذاء الفاسد لا بدنا نقوله انحنا كأطبة في عنا شيء إيجابي هلأ هالإيجابي هو انه خمسين بالمية بالعالم كله نعم البلاد المتقدمة ونحنا منا من هالناحية خمسين بالمية عندهم هالمرض المزمن بالمعدة والمصران الذي لا شفاء له يعني بلبنان عندنا مليونين شخص على طول متضيقين المعدة تقيلة غزة نفخة وجع بطن امسك اسهل بس يبلغ الواحد من سن الخمسة عشر وبالطالع كل حياته وكل الحكمة بيمرقوا علاجهم لهالشي كل الاختصاصات يعني عندنا مليونين شخص كل مرة نقول لهم لهالناس انه يا أما من سترس يا أما فترة زمنية مزبوط يعني ما عم نقدر نعطيهم جواب ملموس يفهموا بالضبط مزبوط شو عندهم وكيف يحسنوا حالته مزبوط هلأ نحنا كنا تحدثنا عدة مرات بالأم تي في هيدا شي صار بتكرروا بكرروا كل مرة من خمسة وعشرين سنة حساسية لغلوتن نعم غلوتن أليرجي بكتالي شو إلى دخل بهالموضوع نحنا منعرف انه أمراض المعدة والمصران المزمنة معقولة تيجي وكتير منا باللبنان بعد غاسترو انتيرايتس يعني أكل واحد أكل فاسد وصار معه حرارة تقيو اسهيل هيدا بيظل معرض لهالعوارض المزمنة أكتر من غيره لأنه بكتيريا المصارين ما بتصح نهائيا بتعمل انخلاط بين بعض هالبكتيريا تبقى بتتكاتر وبتبقى داخل المعدة أو مزبوط من هالنحية هيدا هالحملة الغذاء السليم بتساعدنا كتير تنقيم كتير من هالأمراض هاللي متأتي من هالالتهابات فيه ولا شك بالحرب تعصيب مشاكل عائلية مشاكل اقتصادية بكاف البلد اللي عايشين فيه مزبوط 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 هيدا مش بس عنا بالعالم كله هيدا تمن الثقافي والحضارة اوكي لانه بتروع افريقيا بتلاقي تسعين بالمية من الافريقينية ما عندونا الامراض اللي عنا جيها نحن 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 عم نتفع تعبنا بالثقافة يعني التقدم يعني هلأ غبارات الموضوع بس تقدم له كلف علينا كمان بفهمناك لانه مش هلأ مين منا بتلاقي عربيات ازدحام عربيات هائلة طلعوا لاحظ كل عربية هي شخص واحد ماكسيموم اثنين ما حدا بيروح على شغله ما حدا بيروح على مطرح صحيح وبينطور التاني ياخدوا معه بينما بافريقيا بالبلاد القديمة مشا حنقول لانه عندهم حضارة طبعا كلهم بيروحوا ماشي وبيفلحوا وبيلكشوا بيعملوا اجهاد جسماني نحن منركض منركض مننصح بيذوي يعني النصحة هي اكبر مرض نمر واحد بالعالم لانه ناكل بوف بلا طعمي ومنعط هالسيدان تاريتي هايدي هايدي مهمة كتير لذلك هالشي عم نشوفه عنا بلبنان مثل باوروبا بلاس اكلنا الفاسد نحن هلأ بدنا نعطي نفحة امل بهالنحي هايدي هلأ باردال بيجو لعنا وهلني تسعة عشرة من مرضانا كل يوم منشوفهم نعم عندهم هالمرض مرض مزمن بالمعدة والمصران برجع بقول نفخة وجع بطن لعيين اسهل وامساك مرة كل عمرة كانت حلوة وضعيفة بتلاقي بطنة كأن حبلة بساديس شهر نفخة وغازات نعم هاي مشكلة كما الرجال الشي زيتو كنا نعطيون بعما كنا عملنا الفحوصات كله وتمرنا حالنا إنه ما عنده مرض سلطان وما عنده مرض أورغانيك مهم هاي مهم كتير نقول ما بكشي هايدي ما بكشي لا أحسن من قلو هدا تعصيب بالفرنسوي كولون بالانجليزي بالباول يعني المعدة والمصران والمصران الغليز إنه كنا نعطيون أدوية موقتي ده حتى نسكن الوجع ونسكن نصحح الإسهال موقت نصحح لكن ما في شي نهائي هلأ من ثلاث أربعة شهر العالم كله هاللي هلأ أكتر وأكتر مطلع صار على هالمرض حساسية الجلوتين تقراها بكل المجلات ما أنا بدي أسألك هل هي موضة أو في فعلا حساسية أو مرض بيصيب هالأد ناس بك تتعجب يا ألبير إنه قرون مضيت وما أحدا كان لفت نظروها لجلوتين كان ولد صغار من خمسين سنة يعرفولون إنه ولد صغار لن بيخلقوا ومرأة الأم بتفطم ابنها من الحليب بتبلش تعطيه أكل فيه خبز وفيه يصير معه أسهل واجع بطن وكذا هاي الأطفال الكبار برجع أقول بكل فخر لبنان سنة 1978 أول ناس بالعالم أثرناها بمؤتمر عالمي بفييننا ودحكوا علينا الأمريكان وإز طلعنا طروحة من أمريكا من الميوكلينيك بتقول عند الكبار هالشي مش موجود نحن عملنا دراسة مع مجلس الأبحاث العلمية على خمس سنوات تبيننا إنه 2% من اللبناني الكبار بالعمر عندهم هالمرض وجهلينه لأنه ما بيجي بقوة مثل عند الصغار يعني جسم الكبير بيتحمله أفضل أكيد من جسم صغير وبيجي عوارده مثل الحرباية بيعطي ألوان ألوان ساعة فقر دم ساعة ترقر بالعضم ساعة حر شعر عوارد عديدة مش مثل الولد الصغير لذلك العالم كله الأطباء ما كانوا يكشفوه إلى أنه نحن صوتنا الضوء صاروا هلأ من سنة التسعين بأمريكا هو أكبر مرض عندهم بنته لرئيس جمهوري كبير هلأ مشهورة تكشفوه ليه بسنة الثلاثين وأجلوه لعرصه ستة شهر تقدر عملوه لكاك بلا جلوتان عم تحكي عن تشلسي كليتن هنا طيب نحن اللي بيهمنا أول شي بتصور أنه حكينا أنت وأنا مرة أنه الفحص سهل يعني حيالله أخصائي هلأ رح نبحث بسهولة لازم المريض صار يطغى على الحكيم وقال له أمو المعروف أعملي هالفحص شنو هالفحص نحن هلأ بالعالم كله صار في كونسانسوس بآخر مؤتمر عالمي لجهات عشرين بالمية من اللي عندهم مرض مزمن بالمصران والمعدة اللي حكينا عنهم إذا بتعملهم هالفحص الهيين وبتلاقي عندهم حاسيسية الغلوتان برجيم غلوتان فري نهائيا بتصححهم كل حياتهم وبصير ياكلوا كل شي مع هذا الغلوتان وببطل في عندهم وجعبات منفخة وإسهال وإمساك وإكتام ووهن يعني الغلوتان فري صار موجود اليوم أول شي الخبز الكامل تقدر تاكل الخبز من البطاطا من الرز بكل السوبر ماركت هلأ بالسفريات إذا كان شركة كبيرة طيران قالوا لأ بس يفوت بساجي بقال لأنا غلوتان إذا ما بيعطوخ رجيم غلوتان فري بيعقبون عالبيا والمؤسسات صارت سهلة واحد يطلب غلوتان فري مش متل من 3-4 سنين مزبور كان شو دعمت فلسف اوه كانت شو تعزبت أنا ونجيب خبز خصوصي قمح ونعمل خصوصي بطاطا ورز وكذا وما بنحو نتعزب من كل هالعوارب نهائيا هلا بكتقلي ولشو يتعزب ويعمل فحص اللي بكتحكيلي عنه هلا بدقلك عنه لش مش كل واحد بيقعد غلوتان فري لا هلا علموضة في كتير سبورتيف عالمية مش شو علموضة بتفوت على الجوجل بتلاقي فلان غلوتان فري مع انه ما عنده غلوتان ألرجي بتخف النفخة لأنه غلوتان مثل الفايبر حض مصعب ولكن هوني ما في كل حياتك تضلك مين منا ما بيروح على حفلة على بارتي بديوا يأكل كيك بديوا يأكل شوكولاة بديوا يشرب نتفتن بير نتفتن بير هوا كلهم فيهم غلوتان دورت الغلوتان منيح إذا ما عندك حساسية عليه يعني هل هو شي مفيد نعم نعم هو بروتيين موجودة ببعض السريال أساسا أساسا بالأمح وبعدين بالأفوان وبالسجل ولكن إذا كمان بدنا نعرف نهائيا نحطه كل حياته نعطيه العلاج المساعد لي صح على طول فحص هين كتير أي جهاز هضمي اختصاص بالجهاز الهضمي مثلنا فحص نظور صغير للمعدي ما بده استشفاء ولا بده شي ناخد خزعة من أول الديودينوم بيبين مية بالمية وبيشفى المريض لما نحطه على العلاج لكن أكتر من 20% من حالات باول سندروم عم بيكون في حل إذا اكتشفنا وادرنا نعمل الفحص وشفنا أنه في حاسسية على الجلوتين بيكونوا عرفوا حالهم بيكونوا شيلوا هالمشفة مية وخمسين إلى مية ألف لبناني عظيم مرسي لهالخبرية الحلوة بروفيسور إن شاء الله تكون آخر السنة حلوة لك وسنتج جاية حتى أفضل لنا وإلك يا ألبير شكرا لك مشاهدينا أنا هدا كان كل شي لليوم رح أترككم مع كاتيا رح تخبرنا واتس اون ام تي في بالإيام الجاية باي باي